من صبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية هنبتدي أخبارنا الرياضية من أخبار المنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال اللي عمل تدريبات تنشطية للعيبة في فندق الإقامة في إطار الاستعدادات لمباراة غينيا وإثيوبيا اللي هيتلعبه يوم خمسة وتسعة يونيو في الجولة الأولى والتانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية عشرين تلاتة وعشرين اللي هتصدفها كودفوار محمد صلاح نجم فريق ليفر بول ومنتخب مصر شارك إمبارح في تدريبات الفرانة اللي كانت إمبارح بالليل باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة غينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة البطلة المصرية نوران جوهر لعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى على العالم لسيدات السكواش اتأهلت للمباراة النهائية ببطولة الجونة الدولية للسكواش وده بعد فوزها في مباراة الدور النص النهائي على نور الطيب لعبة هليابلس والمصنفة الأربعة عشر على العالم وفازت نوران بنتيجة ثلاثة واحد في مباراة استمرت لخمسة وستين دقيقة وجات نتيجة الأشواط كالتالي حداشر سبعة، طلاتاشر حداشر، أربعة حداشر وإحداشر واحد كمان المصرية هانيا الحمامي اتأهلت لنهائي بطولة الجونة الدولية للسكواش بعد الفوز على مواطنتها نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوت اتقدمت هانيا بنتيجة حداشر ستة في الشوت الأول والشوت الثاني كان لصالح نور الشربيني حداشر خمسة لكن أنهت هانيا الشوت الثالث لصالحها بنتيجة أربعة عشر اتناشر وحسمت الشوت الرابع لصالحها بنتيجة حداشر ستة وبالنسبة لمنافسات رجال اتأهل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا للسكواش للدور النهائي ببطولة الجونة الدولية للسكواش وده بعد فوزه على منافسه علي فرج لاعب ودي دجلة والمصنف الأول عالميا بكده بيلتقي مصطفى عسل مع نيوزلاندي بول كول المصنف الثاني في المباراة النهائية للبطولة وحقق منتخب البرازيل فوز كبير على كوريا الجنوبية بنتيجة 5-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم امبارح في إطار استعدادات الصنبة لخوض نهائيات كاس العالم 2022 في قطر منتخب البرتغال اتعادل مع مضيفي إسبانيا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب بنيتو فيا مارين بمدينة إشبيلية ضمنه منفسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية للمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية ألفارو موراتا أحرز هدف إسبانيا في الديئة 25 من عمر المباراة وريكاردو هورتا أحرز هدف التعادل للبرتغال في الديئة 82 من عمر اللقاء المنتخب التونسي استهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالفوز بربعية نظيفة على نظيره منتخب غينيا الاستوائية ضمنه منفسات الجولة الأولى نادي ريال مادريد الأسباني أعلن عن التوصل لاتفاق مع اللاعب الدولي الألماني أنتونيو روديجار واللي هيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربع اللي جاية خصوصا أن ريال أعلن ضم أنتونيو روديجار في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي وبكده دي أولى صفقات للملكي 2022